اكد صاحب السمو الملكي الامير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان مملكة البحرين كانت وستظل دائما قوية بابنائها المخلصين الذين يضربون اروع المثل في التعاون والبذر والعطاء في سبيل مجتمعهم ووطنهم وشار سموه الى ان كل مواطن بحريني اليوم بوعيه هو جندي في ساحة المعركة لمواجهة فيروس كورونا الذي يعترض له كل العالم مؤكدا سموه بان هذا الشعب بجسارته ووطنيته سيتجاوز هذه المرحلة الدقيقة بتحدياتها وستكون مؤرخة ضمن قصص النجاح التي يحققها في كل ميدان وها نحن يوميا نستبشر بتعافي عدد من مواطنين من هذا الفيروس على ايدي طواقم طبية بحرينية لها منا كل الدعم وكل التقدير على تضحياتها وعملها المخلص الذي أبهر العالم وجعل الإشهادات من الدول والمنظمات تتركز على كيفية تعامل البحرين الاحترافي مع هذا الفيروس منوها سموه بالجهود الطيبة التي بدلها صاحب السموه الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحثى صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء شعب البحرين على التكاتف بمواجهة هذا التحدي الذي سينتهي بحول الله على خير وليطمئن الجميع بأن الوضع الصحي في المملكة لا يبعث على القلق والمؤشرات تؤكد التعامل الاحترافية مع الفيروس مؤكدا سموه بأن الحكومة قد اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات لضمان عدم تأثر أي من خدماتها بهذا التطور الذي سببه فيروس كورونا على كافة الصعد مشددا سموه على أن توجيهاتنا ومتابعاتنا مستمرة مع كافة الجهات الحكومية لضمان عدم تأثر المواطن أو القطاعات المختلفة بهذا الوضع القائم قدر الإمكان ووجه صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء رسالة شكر وتقدير إلى كل مواطن كرس وقته وجهده لخدمة إخوانه وأخواته المصابين وكل من شارك في الحملة الوطنية الكبرى من وزارات ومؤسسات حكومية وأفراد للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض بحريننا الغالية حفظ الله هذا الوطن وشعبه وأدامه شامخا عزيزا تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه اشتركوا في القناة